سيدنا أخدت من وقت نيفتك كتير لكن واضح يعني أن في محاولات التمرير المجتمعي بشكل ناعم بقوة ناعمة منها العاب منها بعض الأفلام بعض الحاجات كأسرة نحافظ على أبنانا إزاي وده آخر سؤال نيفتك مش هزي عاجي نيفتك بسي أنا بس عايز أقول سؤالة حاجات تفضل يعني أنا طبعا بلف بره كتير ولسه جاي من بره قريب النهاردة بدأت المدارس في الغرب تجيب الطفل وتعد تخليه أن هو قال إيه يختشف ميوله الجنسية فتقوله أنت بتحب ماما اللي تبوسك ولا بابا اللي يبوسك لو قال بابا يبقى بيبين لنفس الجنس لو قال ماما يبقى بيبين لجنس الأفلام حاجات كده غريبة يعني ويبدأوا يلعبوا بزهن الطفل عشان يعني يولدوا جواه من الصغر أسفار ومن هنا وجد أطفال في المدارس في المراحل الأولية الولد بيحطوا في دوافره ألوان والولد بدل ما بيبطلون بيبط فلسطان نتيجة دور التعليم الخاطئ في هذا المجال الخارج من القيمة الدينية فالخارج بقى شيء خطير أنا أعرف ناس رجعوا من أمريكا خايفين على أولادهم لما لقوا أنه ده في المدارس كثير من الناس بدأت ترجع للمدارس الخاص هربا من المدارس الحكومية اللي ممكن بيبقى ده توجه داخل المدرسة ده بدأ يجينا من خلال الأفلام من خلال الكارتون من خلال الألعاب الإشتامة هي في الأفلام بصي أنا عايز أقول شاك ملاحظات فضل يا سيد الملاحظة الأولى لما سمحتوا يا عائلتنا الأفاضل رب وعيالكم رجالة من صغره يعني بلاشت تفرحي قوي بابنك وتوليده شعره من صغره لمعروف النواد ولا بنت وفي بعض العادات في بعض الكرة يقول لك السوات جاي على ست بنات عشان ما يتحسدش فييرقوله شعره لحد ما يجبش صحيح أنت بتولدي فيه أفكار مش مزبوطة برضو أنا عايز البنات يبقى بمظهر البنت من صغرها ما تبقاش البنت المستسجلة كده ويبقى حالك ابتدائي يعني برضو ما إحنا عايزين نحصن أولادها بشكل أو آخر النقطة الأخرى أتمنى أن الدولة وأن الكنيسة وبالأكتر كناسنا في الخارج عود الأفلام الكرتونية اللي بتصدرها ديسني لاند وغيرها تبدأ تتعامل أفلام كرتونية على مستوى عالي سواء دينية أو اجتماعية عشان أولادنا يلاقوا البديل المشكلة النهاردة أن ابني في التليفون ولا على التابلت بتاعه بزرارة يقدر يجيب أي حاجة فلجم أجده البديل النهاردة أطفالنا في الخارج أبسط حاجة البنت ولا الولد عنده سنعة ولا أتنين بيجيبه تابلت ويلعب يجيب الأفلام الكرتون طب هل الأهالي شافوا كل الأفلام الكرتون دي سيها إيه؟ بكرة مش هيبقى فيه فيلم كرتون مفهوش طب وبعدين هنا دور رقابي أيضا من الأسرة سيدنا يعني ما برضو ما سيبش الموبايل وأقول الولد مشغول أو البنت ما بقاش الكلام ده ينفع الموضوع محتاج مجهود أسري شوية وتعمل شغلها في البيت تسيبه التلفون والتابلت عشان يلعب عليه بس يبشوف إيه؟ طب أنت تقدر تمنعي حاجات إن نشوفها ولا لا؟ محتاجين مسئولية أسرية أكثر طب مسئولية أسرية وعايز كيانات تشتغل في إنتاج أفلام مجتمعية دينية هادفة كبدائل اللي موجود واللي حيغزوا بشدة بلاد العالم كله أنت هتمنع واحد شاز يخش مصر يكلم الناس إنها مش هتقدر تحمل تمنع فيلم كارتون يحمل سكر شاز يدخل كل بيت فيعني إحنا كدولة إحنا ككنيسة هنعمل إيه؟ لازم نفكر إزاي هنمنع ده؟ نواصل الانفتاح على الآخر دون القبول بأفكاره الشازة ده صحيح ده صحيح ومن ننساش إحنا كتابنا قال لنا أنتم نور العالم إحنا نصدر الفضيلة مش نستورد رزيلة نحن مصدري فضيلة وليس مستوردي رزيلة سيدنا دايما بنتعلم من يفتك وكان لازم نطرق هذا الملف الشائك لأن بالفعل تقريبا لفترة فاتت كانت كلها كلام في الموضوع والناس بدأت تقلق فنيفتك وضعت النقاط على الحروف أن الكتاب المقدس هو المرجعية بتاعتنا أن الكنيسة هي الهدف السلام النفسي للإنسان في الوقت القادم نيافتك حابب تضيف أي حاجة سيدنا؟ أنا بشكر حضرتك وأنا بشكر يعني المشاهدة اللي تقول بلقوا علينا من يسمع الكلام ده كله إنما لكن ملف هام يا سيدنا لنحرص كل الحفس من الطيار اللي جاي كل الشكر نيافتك صاحب النيافة الحبر اللي جاي أنا بشكر أنا بشكر تقولها مترندنطة وتوابعها شكرا نيافتك دايما بتنورنا وسنين طويلة في الملف الأحوالي الشخصية جعلك أقرب لكل البيوت وما يوشين أو ممكن يقلقنا الفترة الجاية شكرا نيافتك